بعد ما تتفرج على الفيديو دوت للاخر اوعدك هتكون عارف ازاي تتكلم على الاماكن بتاعت حاجة اوعدك هتعرف تقول ان في بقعة على اميصك هتقول ان انت في المكتب بتاعك هتقول ان اختك في المدرسة هتقول ان التليفون بتاعك موجود على الديسك على الترابيزة لان احنا هنتعلم النهاردة حروف الجر للاماكن اللي هي حروف الجر اللي هي الان والان والات والبهين والفرونت اوف وبتوين وحروف تانية كتيرة هنتعلمها عن الاماكن وخليك فاكر ان احنا الحلقة اللي فاتت والحلقة اللي قبل اللي فاتت تعلمنا حروف الجر عن المواصلات في حلقة والحلقة التانية تعلمنا حروف الجر للزمان للوقت لو لسه ما شدش حلقتين دول أنصحك توقف دلوقتي حالا وترجع تشوف الحلقتين دول من هنا تطور حروف الجر وترجع تشوف الحلقة دي لأنهم بالتسلسل زي ما احنا ما اتفقنا عشان تفهم حروف الجر كويس لازم تتعلمها من البداية حروف الجر للمواصلات أول حاجة بعد كده حروف الجر للزمان الوقت وبعد كده حروف الجر للمكان حروف الجر للمكان يبقى يلا بينا نبدأ ونشوف ازاي حروف الجر بنستخدمها مع الاماكن السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حبيبي اخواني واخواتي الكرام الله يحفظكم معكم احمد الخولي من امريكا الجنوبية انا عايش في امريكا الجنوبية ومازلنا مع سلسلة حلقات تعلم الانجلوش للمبتدئين من الصفر ايوه السلسلة دي للمبتدئين من الصفر يعني لو انت حبيب تبدأ الانجلوش من الاول انصحك ما تشوفش الفيديو دوت شوف الدرس الاول ثم الثاني ثم الثالث ثم الرابع والخامس لغاية لما توصل للفيديو اللي معانا دوت ان شاء الله قريبا جدا هننهي المستوى دوت اسو المستوى المبتدئ وهنبدأ المستوى اللي فوق المبتدئ اللي هو يبقى عبارة عن كورس محطة فبازاي احمد يا اخولي هندرس محطة بالفيديوهات هتقلقش وتشبقش الاحداث ان شاء الله هنتعلم وهنتكلم مع بعض محادثات كويس جدا لكن النهاردة هنتعلم حروف الجر للمكان ازاي تتكلم عن المكان ازاي تقول التليفون على الترابيزة او ازاي تقول ان انت في المكتب هنتعلم كل حروف الجر للمكان النهاردة هناخد ثمن حروف جر تمانية هنتعلم in on at under behind in front of between and next to ده حرف الجر التامن ثمن حروف جر طيب اول حرف الجر معنا النهاردة هو in in معناه باللغة العربية يعني في في مكان في هي هي نفسها باللغة العربية in معناها في بنستخدمها نفس الاستخدامات مثلا انت بتقول انا في الحجرة هي نفسها i am in my room طيب بنستخدم in امتا؟ بنستخدمها when we talk about the edges of something لما بنتكلم على الحافة بتاعت something بمعنى ايه؟ بنستخدم in مع اشياء لها حواف لها متغطية الحواف يعني مثلا مثلا ده كوباية تمام؟ الكوباية لها حواف وانت تقدر تشوف اللي جواها بالداخل يبقى بالترابيزة بالتالي هتقول لو في حاجة جوه هتقول in لان هي بالداخل in بالداخل يعني مثلا what's this؟ this is a pen ده قلم فهنقول the pen is in the cup بداخل القلم بداخل الكوباية لان هي الكوباية عبارة عن محاطب جوانب وليها داخل تقدر تشوف من جوه يبقى بنستخدم in مع اي حاجة محاطة بالجوانب وتقدرت انت تكون جواها يعني مثلا انا دلوقتي فين؟ I am in the classroom انا في الحجرة ليه استخدمت in؟ عشان انا بالفعل بداخل الحجرة بالداخل الحجرة ليها جوانب ليها حيطان وانا بالداخل يبقى بنستخدم in مع كل حاجة بتستخدمها ليها انت جواها تخش جواها مش مهم هي ليها سقف او لا يعني ممكن يكون ليها سقف او ملاش سقف اهم حاجة لانها تكون محاطة تكون انت جوه يعني مثلا ممكن نقول I am in my office انا في مكتبي ليه لان المكتب هو برا عن حيطان ومكتب انت قاعت المكتب او ممكن نقول زي ما اخدنا المثال the pen is in the cup القلم موجود جوه داخل الكوباية تمام يبقى in طيب انا عاوز امثلة يا خولي عاوز امثلة اديني امثلة عشان افهم حاضر من عيوني طيب قبل ما ناخد امثلة تعالوا نعرف الاول استخدامات in بنستخدمها مع خمس حاجات اول حاجة inside the edges of something يعني لما شرحت في داخل الحواف لحاجة لو انت في الحجرة دي الحواف دي اول حاجة بنستخدمها inside the edges of something تاني حاجة مع ال countries مع البلاد لو انت عاوز تقول ان انت من ان انت اسف في مصر هتقول i am in egypt او i am in morocco i am in the united states يبقى تاني حاجة بنستخدمها مع البلاد countries تالت حاجة بنستخدمها مع الدول المدن اسف المدن اللي هي cities زي مثلا i am in cairo or i am in matchala هتستخدمها مع المدن رابح حاجة مع ال regions مع المناطق عموما اي منطقة اي مكان اي مكان في جوه المدينة بنستخدم in اخر حاجة والخامسة بنستخدمها مع liquids مع السوائل ان انت طبعا نخلي بالك في السوائل لو هي فوق السائل يعني مثلا انت في مركبة فوق البحر دي حاجة تانية انت فوق السائل لها لكن لو هي جوه السائل جوه المياه بنستخدمها مع in نعيد تاني خمس حاجات اول حاجة the edges of something لما تكون في حواف لك لما انت كنت في داخل حاجة وهي محاطة بجدار زي مثلا القلم جوه الكوباية الكوباية لها حواف دي اول حاجة تاني حاجة countries البلاد بنستخدم in مع البلاد تالت حاجة المدن cities بنستخدم in مع المدن رابح حاجة regions المناطق داخل المدن المناطق خامس حاجة liquids السوائل في العمون بتقول in مثلا بنقول in the sauce في الصوص حط حاجة جوه الصوص جوه الصوص بتاع طماط صلصة الطواطم او اي حاجة يبقى in او في المية in the water يبقى in بنستخدمها مع الخمس حاجات دول تعالوا دلوقتي ناخد امثلة طيب عيد ورايا في الامثلة دي in the cup in the cup in the basket in the basket in the room in the office in the water سائلة هوت in the water in the tea مثلا عاوزين نحط تلات معالي في الشيء in the tea بعد كده in Egypt بلدة هيت in Egypt in Saudi Arabia في المملكة العربية السعودية in in Jeddah in Jeddah in Cairo دي موضو نهيت in Cairo أو in the United States in the United States in the team حتى كمان بنستخدمها لما بتكون داخل فريق فريق كرة قدم أو فريق عمل هنقول in the team تاني حرف جر معانا النهاردة اللي هو at 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 برضو معناه في ناس كتيرة بتتلغبه بين at و in هي in دي ما احنا ما اتفقنا بمعناها في بس مش بمعنى الدقيق قوي أو بمكان محدد لو انت عاوز تحدد مكان بالضبط هتستخدم at at مع الاماكن المحددة بالضبط يعني مثلا قبلني في مكان معين يبقى هتقول له مثلا قبلني في at at مثلا at the bus stop أو bus station في موقف الوتوبيسات في مكان معين هنستخدم at يبقى نستخدم at مع حاجات معينة زي اماكن معينة اماكن محددة او public places مثلا اماكن عامة زي مثلا at the school او at the university في اماكن قبلني في اماكن محددة او مع events مع مثلا events يعني زي مثلا في الحفلة at the party او في الاجتماع او في الconference يبقى نقول at the conference يبقى at مع اماكن محددة محددة بعينها هنقول هنستخدم at طيب برضو شوف الامثلة دي هتوضح لك اكتر طيب قبل ما نشوف الامثلة خلينا كمان نقول ان at بنستخدمها مع مع الادرسز العنوان عنوان بيتك العنوان العنوان بنستخدمها مثلا بنقول at 14 نصر في شارع نصر مثلا او at the corner of my street مثلا على نصية الشارع بتاعي at كمان بنستخدمها مع الشوارع يلا بنا نشوف الامثلة احنا زي ما اتفقنا ان at حرف الجري at بيجي مع الاماكن اللي هي specific places specific places يعني اماكن خاصة اماكن محددة محددة بالشعرة we public places اماكن عامة we addresses عنوين وكمان events تعالوا بقى ناخد امثلة مثلا لل specific places اماكن محددة بالضبط هتبقى ممكن نقول at the school at the bus stop at the bus station طيب public places دي at the traffic light at college at the supermarket at the library طيب addresses زي عنوين زي at 14 نصر street at the corner of at the corner of my street او at the corner of بعد كده events دي ممكن نقول at the party في الحفلة at the party او at the conference at the conference وبعد كده معانا حرف الجر on اللي هو بالعربي معناه على on ده بسيط جدا وسهل لان هو بالعربي هو هو نفسه بالانجلش زي ما انتم معارفين في حاجات بالانجلش لو الترجمت العربي بتبقى غلط وفي حاجات بالانجلش بتمشي مع العربي ماشى كده مع العربي on دوت معناه على بالعربي على بنحط على حاجة فبالتالي هو سهل زي العربي زي الانجلش on معناه على طيب بنستخدم on حرف الجر للاماكن مع ايه مع مكان ايه مع اي مكان في surface surfaces اسطح في سطح كده سطح اي مكان مسطح اي حاجة هتبقى عليه هتبقى on هتبقى عالى زي مثلا مثلا ده ده الكتاب ده سطح الكتاب ده لو حطينا عليه اي حاجة هتبقى on تعالوا ناخد مثال مثلا التليفون بتاعي هو هنحطه هنا يبقى هنقول ده اسمه بالانجلش cell phone وده اسمه بالانجلش book يبقى my cell phone is on on the book on ليه ليه استخدمنا on بنستخدم on مع اي سطح طب الترابيزة التابل الترابيزة هي سطحة ولا لأ ايه مظبوط يبقى on طب الارضية الارضية سطحة ولا لأ مسطحة ولا لأ ايه تبقى on اي حاجة مسطحة surface بالانجلش يبقى هنقول عليها on ممكن نقول on the floor على الارضية او on the book on the table on the ground تمام طيب برضو انا عاوز امثلة مش فهمك او يا خولي مش عاوز اعرف surfaces ولا اسطح ولا الكلام ده كله اديني امثلة حاضر من عيون الاثنين زي ما اتفقنا يا شباب اني on مع اي سطح اي حاجة سطحة مثلا الارضية هنقول on the floor اوكي هنقول على ورقة سطح الورقة هتبقى on on the paper on the paper او on a piece of paper on a piece of paper اسرع on a piece of paper بعد كده on the table كمان ممكن تقول on the wall هتحط حاجة على الحيطة هتعلق صورة ولا اي حاجة هتعلق صورة على الحيطة هتبقى on on the wall ليه wall الحيطة الحيطة سطح فهتبقى on the wall بعد كده ممكن كمان نستخدم on مع الادوار الدور الاول في الشقة الفلونية الدور التاني on the first floor on the second floor on the fourth floor يعني اي سطح هتبقى floor اوكي سوري هتبقى on on the first floor on the second floor on the fourth floor وهكذا بعد كده معانا on his t-shirt on his t-shirt كمان مع الملابس هتبقى مثلا حاجة واقعت على القميص بتاعك بقع ولا حاجة هتقول في بقع على القميص يبقى on my t-shirt او on his t-shirt on her pants على بانطلونها يبقى البانطلون ده سطح مسطح فبالتالي on her pants يبقى خليك فاكر اي سطح هنستخدم عليه on طيب زي ما اتفقنا هم 8 حروف جر للمكان واحنا تعلمنا الغاية دلوقتي ثلاث حروف جر ال in وال at وال on اخر حرف جر تعلمناه هو ال on معناه على باللغة العربية على ال on طب تعالوا ناخد دلوقتي عكسه تحت لو انت عاوز تقول على حاجة تحت حاجة تانية تحتيها عكس ال on عكس العلى هتبقى under عيد ورايا under 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 يعني تحت ودي مش محتاجة اي شارح هي سهلة استخدمها كده زي ما بتستخدم في اللغة العربية لو مثلا قلت في حاجة تحت حاجة نفسها بالانجلش هتبقى تحت هي under ملهاش اي استثناءات ولا اي قاعدة ولا اي شيء مثلا زي ما احنا تعلمنا what's this this is a book okay what's this this is a cell phone طيب لو لو التليفون تحت الكتاب هنقول the cell phone is under the book تاني بص التليفون تحت الكتاب هنقول the cell phone is under the book طيب تعالوا نقول ان الكتاب تحت الترابيز اللي انا قاعد عليها دي هدي الكتاب تحته فهنقول the book is under the table the book is under the table طيب under استخدمها مع اي حاجة بمعنى تحت تحت حاجة تانية under للمكان طيب الحرف الجر اللي بعد كده اللي هو الخامس هو هيكون behind behind معناه في الخلف نفس الكلام حرف جر بسيط ومعناه اللغة وباللغة العربية هو معناه باللغة العربية انجليزية behind يعني خلف خلف شيء مثلا لو قلت السطارة الملونة الخلفية الخلف دي السطارة معناها curtain ممكن نقول the curtain is behind me يبقى السطارة بتكون خلفي انا the curtain is behind مهم جدا النقط behind ايه لورايا behind يعني في الخلف لان انا بس ما اقول behind هي behind طيب ناخد مثال كمان ممكن نقول there are people behind the cameras زي الناس الحلو اللي واقفين دول بيصوروا هتيبقى there are people behind the cameras يعني هناك اناس او ناس تانية خلف الكاميرا behind يعني خلف طيب حرف الجر اللي بعد كده هو عكس behind في الخلف هتيبقى في الامام في الامام يعني in front of in front of in front of الامريكان لما بينطاعوا الكلمة دي بيشيلوا الت in front of in front of الاثنين صحي انت ممكن تقول in front of او ممكن تقول in front of in front of in front of مثلا نديكم مثال انت دلوقتي يواف قدامي او انت بتشوفني بنتكلم فاقولك you are in front of me you are in front of me او I am in front of you ممكن نقول in front of او in front of عيدوا رأيه I am in front of you عشرة على عشرة يبقى in front of ممكن تستخدمها مع اي مكان مثلا ممكن تقول عاوز تقول ان البنك قدام المدان مثلا المدان مثلا هتقول the bank is in front of the city center or the central park مثلا يبقى the bank is in front of the central park تمام طيب حرف الجر اللي بعد كده القبل الاخير معانا هو اسمه next to next to يعني بجانب الى بجانب شيء يعني مثلا لو انت واقف هنا ومثلا جنبك حاجة تانية فهتقول next to يعني بجانبي ونفس اللغة العربية next to يعني بجانب يعني مثلا انا هنا في كمبيورر موجود هنا مش مش ظاهر في الكاميرا فهقول the computer is next to me يعني الكمبيورر بيكون بجانبي او ممكن اقول I am next to the computer او العكس هنا الشباك الشباك جنبي هنا فهقول I am next to the window أنا بجانب الشباك يبقى next to معناها بجانب الى next to اخر حرف جر معانا النهاردة هو between between يعني ما بين ما بين يعني بين حاجة وحاجة مثلا خلينا ناخد البثال اللي تحت ايدي على طول what's this this is a book and what's this this is a notebook مذكرة تمام طيب لو افترضنا ان الكتابة هوت والمذكرة هيت وفي بينهم التليفون بينهم موجود بينهم في الداخل فهنقول the cell phone is between the book and the notebook تاني the cell phone is between between يعني بين the cell phone is between between the book and the notebook طبعا تقدر تستخدم between في اي حاجة ما بين حاجتين يعني مثلا انا دلوقتي قاعد انا دلوقتي جالس بين الكمبيوتر هنا وبين الشباك فهقول خالي خالي is sitting between the computer and the window خالي جالس بين الكمبيوتر والشباك يبقى خالي is sitting between the computer and the window طيب دلوقتي نيجي لامتع وافيد واهم فقرة في الدرس وهي فقرة المراجعة ايوا لازم نراجع ونعرف احنا اخدنا ايه ونراجع مع بعض سوا انا وانتم يبقى خلوا بالكم في الحلقة اللي قابل اللي فاتت احنا درسنا حروف الجر بس للمواصلات مع الاوتوبيس مع السيارة يتفرج على الحلقة دي مهمة في الحلقة السابقة درسنا حروف الجر ولكن للزمان للوقت اللي هي مثلا at six on monday طبعا برضو يتفرج على الحلقة دي النهاردة درسنا حروف الجر للمكان للاماكن ازاي تقول الحاجة دي في المكان المعين ده حروف الجر للاماكن عشان نرجعها سوا هم التمن حروف جر تمانية اول حرف درسنا الي نهاردة اللي هو الان ان at on under behind in front of next to between تعالوا الراجعهم بسرعة كده بسرعة جدا الان معناه في طبعا الان لما بيكون في حاجة فيها edges فيها حواف الحجرة فيها حواف فيها حيطان يبقى انت جوا الحجرة في الحجرة تبقى تستخدم in يبقى بنستخدم in لما بيكون في حواف للشيء وانت بالداخل انت موجود بالداخل او القلم موجود بداخل الكوباية يبقى in the cup يبقى in the cup يبقى ان لما بيكون بالداخل بعد كده at بنستخدمها مع المكان المحدد at the school مثلا meet me at the school قابلني في المدرسة او عند المدرسة بالضبط at او at the bus stop عند موقف الاوتوبيس قابلني عنده مكان محدد بالضبط بنستخدم at وكمان مع عنوين addresses وحاجات تانية بس احنا بنراجع بسرعة بعد كده خدنا on on معناها على باللغة العربية معنى الحرف على يعني على اي شيء في سطح مسطح على الارض on the floor على على ورقة اكتب على ورقة هتبقى write on a piece of paper على معناها on بعد كده عكسها under يعني تحت اخدنا under معناها تحت بعد كده خدنا behind في الخلف behind معناها في الخلف عكسها in front of يعني في الامام امامك مثلا لو انا بتكلم دلوقتي امامك هقول you are in front of me يعني انت موجود دلوقتي امامي in front of بعد كده معنا next to بجانبي next to يعني مثلا الكمبيوتر الجميل اللي هناك دوت هقول i am next to the computer يعني انا بجانب next to يعني بجانب واخر حرفي جر معنا النهاردة هو between between يعني ما بين حاجتين ادي حاجة ودي حاجة تانية between يعني ما بين حاجتين ادي حروف الجر يا سيدي اللي معقدة وصعبة خلي بالك ان في الحلقة القادمة ان شاء الله هناخد محتى باستخدام حروف الجر هنتعلم هناخد conversation باستخدام حروف الجر وبكده انكم وصلنا الهاية الحلقة النهاردة هتحتاج تتفرج على الفيديو دوت اكتر من مرة مش بس تتفرج عليها لانه فيديو والسلام لازم تجيب ورع او قلم مذكرتك وتحاول تسجل كل المعلومات وكمان ما تتفرجش على الفيديو ده لوحدك لازم تتفرج لوحده لازم تتفرج على التلات حلقات كلهم الحلقة القبل السابقة والحلقة السابقة والحلقة دي حروف الجر للمواصلات وحروف الجر للزمن الوقت وحروف الجر للمكان كلهم متصلين ببعض وكمان الحلقة القادمة هنعمل فيديو محتى conversation عن حروف الجر هنتعلم كمان محتى باستخدام حروف الجر في الحلقة الجاية انتظرنا ان شاء الله ولو انت مش مشترك في القناة او المرة تتفرج علينا اهلا بيك واشترك في القناة وفعل زر الجرس ان شاء الله بنتعلم انجلوش من الصفر وقريباً جداً هنبدأ ان شاء الله كورس الconversation المحادثات وشاهدك في القناة باي باي اشتركوا في القناة